إذن مشاهدين أدعوكم جميع لمشاهدة هذا التقرير من توقيع نوفل الخمليشي ونعود للخوض في تفاصيل هذا التحدي حقق الشباب المغربي خلال العام 2023 إنجازة عديدة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتتمثل الإنجازات المحققة للشباب المغربية في تعزز إدماج الشباب في الحياة السوسيو اقتصادية واعتمد برامج حكومية جديدة ومتنوعة في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية كما تشمل المبادرات المقدمة للشباب المغربي تعزز المجهود تأهلي والتأطير للشباب ودعم جمعية المجتمع المدني وبفضل المبادرات المقدمة تمكن الشباب المغربي من تعزز حضوره في جميع المؤسسات والاهيئة السياسية والثقافية وبات حضور الشباب لافتا في شتى المجالات إذ أصبح رقما هاما في معادلة الدفع بقطار التنمية بالمغرب الإبداع والابتكار الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف الميادين جانب آخر من الحصيلة الإيجابية للشباب إذ حقق الكثير من الإنجازات في ميادين صناعية وإبداعية وثقافية كما مكنت الإجراءات وسياسة القرب المعتمدة الشباب المغربي من حامل مشاريع من الولوج لبرامج اقتصادية رائدة تحقق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة وباعتبار الشباب الثروة الحقيقية للأمة يولي المغرب أهمية خاصة لتعليم الشباب حيث يوفر لهم فرص مختلفة ومسجددة للتعليم تضمن لهم التمتع بحقهم في الحصول على تأهل المناسب الكفيل بضمان اندماجهم الاقتصادية وتحصيلهم المعرفي وارتقائهم الجزماعية بما يحصنهم من آفة الجهل والفقرة ومن نزوعات التطرف والانغلاق